اشتركوا في القناة ابراء الغبايل الذين يتنافسون على شرف الفوز في هذا المساء يسير شوط جديد من اشواط الخير والبركة وهو شوطنا ايضا العاشر الخاص بالامكار اللقاية المهجنات الى صايل انطلاق سليم وموفق نتمنىها للجميع نسير مباشرة الى الصدار عبر هذا النغل الحي والمباشر من غنات دبي رسينج وغنات ياسر رياضية والغنوات النغلة لهذا المهرجان نسير مباشرة الى الصدار مباشرة الى مقدمة هذا الشوط ونتابع اللي على المقدمة والمركز الاول هذه اللي على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الاول بديعة تتقدم بشعار مسعود بن سعيد بن بنبارك المنصوري هي الان اللي على مقدمة هذا الشوط بينما ننتقل الى المركز الثاني وهذه هي طيبة اللي تحتل المركز الثاني خليفة بالسلطان بالرشيد السويدي ينطلق بمانع ليحتل المركز الثاني بينما ننتقل الى المركز الثالث ونتابع هنا الضفرة سيف بصوايح بسيف لكتبي يحتل الان المركز الثالث بينما نتابع المركز الرابع وفي المركز الرابع فريدات هذه هي فريدات تتقدم بشعار صالح بسالم بن هياي المنصوري يتقدم على المركز الرابع بينما في المركز الخامس وهذه هي وصلت الان الشاهنية محمد بن معيوب بالكدش العامري بينما في المركز السادس وفي المركز السادس هذه هي عذر عذر لمحمد بن سلطان بن ميرين الاكتبية ما فيه عذار يا بن ميرين أما الفوز الليلة ولا فلا بينما نتابع المركز السابع الآن تتقدم في هذه اللحظة أوصلت في هذه الانطلاق هذه هي دومة لسالم بن حمد بن محمد الاكتبية أما دخول على المركز الثامن الآن من قبل مشاهدين الأعزاء اللي هي سيوف لبدر بن صالح بن ناصر الهاجري المركز التاسع تتقدم الآن أوصلت هذه هي أيضا مضيمة مضيمة بشعار علي بن محمد بن عامر الفهيد المريضة من المملكة العربية السعودية بينما المجازف الآن يتدخل في هذه اللحظة ليقدم لنا غزلان محمد بن عتيج بن زيتون المهاري وكأنه يغازل الانتصار يغازل السيارة هكذا هي النتيجة هكذا هو ندائنا للعشرة المراكز الأولى المداعة بينما كمية هائلة بين الشعارات الغوية الغادمة من جميع ميادين دول مجلس التعاون الخليجي الكبير ليشاركوا في هذا المهرجان فالزاع المكارم هذا المهرجان السنوي الكبير اللي يعدوا للعدة أبراء الخليج الكل يبي يدول أيضا يبي يدول الانتصار في هذا المهرجان ولكن عودة إلى مقدمة الشعاط العودة إلى بديعة هذه بديعة مسعود بن سعيد بن مبارك المنصوري يبحث عن الانتصار يبحث عن التألغ بن مدعي يبحث عن التألغ من خلال انطلاقة بديعة بينما شوف الواصلة هذه غازية فالح بن ياسر بن فالح الشامسي يتقدم بغيادة المخيب يبحث عن النغطة الثانية بين هذا الحضور بين هذا التجمع بينما في المركز الثالث هذه اللي وصلت الآن هذه تقدمت مظيمة لعلي بن محمد بن عامر ألف هيد ولكن المغسور الرئيسي تنتظر الفائزين تنتظر الراغبين بالانتصار روح يلي بتروح الله سيل جارف سيل جارف بن الأسماء وصل شعار الصعب محمد بن سلطان بن مرخان الافتبي يأتي في هذه اللحظة وأناك الغادم هناك الواصلة في هذه اللحظة ولكن عودة إلى مقدمة شاط عودة إلى غازية مسى الخير يا سلالة المختبر سلالة المختبر سلالة غازي مع فالح بن ياسر بن فالح الشامسي روح روح يليم خيبي السيارة الثانية السيارة الثانية بالانتظار بالانتظار إلى هالي زاخر إلى هالي زاخر ولكن وصلت الآن أوصلتنا العبور ناصر بن سعيد بن ناصر المنهالي أم الجذابة غادمة غادمة الجذابة في هذه اللحظة يتتقدم صالح بن بن يحل بنوية يأتي مع المركز الثاني ولكن اللحظات الأخيرة سلام يا زاخر ألو زاخر ألو بالفعل سلام إلى زاخر للمرة الثانية للمرة الثانية سلام إلى المختبر المجموعة العلمية المتقدمة لها التحية بالفعل سلام بوحمد سلام سلون بن حمد المخيبي سلالة غازي تؤكد الحضور ننتزع السيارة سلام عيناوي سلام على هذا الفوز لحظة وصولها المركز الثاني وصلت مشاهدين الأعزاء اللي هي أيضا الجذابة لصالح بن بري بن صالح بينما نتابع المركز الثالث وصلت فيه مشاهدين الأعزاء اللي هي أيضا أيضا غساء بشعار علي بن بخيت بن ديب الجربوع المري المركز أيضا الرابع المركز الرابع كان الوصول من غزلان محمد بن عتيج من زيتون المركز الخامس كان الوصول من أيضا جناح بشعار سعيد بن محمد بن مبارك لخيالي هكذا هي النتيجة عودة إلى التوغيط الزمني هذه هي غازية لحظة وصولها بسبع دقايق ثمنت عشر ثانية سبعة أجزام من الثانية تهانينا لفالح بن ياسر بن فالح الشامس هي على فوز أيضا غازية بن موسي هذا الشوط تهانينا لسالم المخيبي بوحمد بينما وصلت في المركز الثاني الجذاب بسبع دقايق واحد وعشرين ثانية ثلاثة أجزام من الثانية تهانينا والنموس لصالح بن بني بن صالح بينما في المركز الثالث سبع دقايق أيضا واحد وعشرين أم هنا مشاهدين الكرام وصلت بسبع دقايق خمسة وعشرين ثانية جزئين من الثانية تهانينا والنموس إلى ملك أيضا غصى علي بن بخيت بن ديب الجربوعي المري تهانينا والنموس للجميع مشاهدين متابعين الكرام تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان ميدان المرمو